سعر صرف الدولار اليوم في لبنان داخل البنك حوالي 3800 ليرة أو 3900 ليرة بينما سعر صرف نفس الدولار على أبواب البنك في السوق السوداء تخطى اليوم 8000 ليرة ينضم إلينا من بيروت ضيفانة السيدة سابين عويس الخبيرة الاقتصادية وكذلك السيد ناسيب ديبريل المحلل والخبير الاقتصادي أهلا بكم أبدأ معك سيدة سابين كيف لنا أن نفهم تلك الهوة وذلك الخلاف مساء النور بين مصرف لبنان وبين الحكومة اللبنانية تقصد على سعر صرف العملة أو على المقاربة واحد سعر صرف العملة اثنين التخاطب مع صندوق النقد الدولي وجدنا لغتين هنا لغة باسم مصرف لبنان ولغة باسم الحكومة صحية صحية يعني أنا أضيق على المشكلتين في الواقع لأنه كل الأمور في لبنان اليوم لها أكثر من وجه وأكثر من بعض بالنسبة للسعر الصرف طبعا مصرف لبنان يسعى إلى ضبط سعر صرف لدى الصرفين ولدى المصرف المركز ولدى المصارف عفوا لدى المصارف هناك أكثر من سعر هناك السعر 1500 ليرة لا يزال من أجل عمليات الاستيراد وهناك سعر من أجل السحبات ضمن سقوف معينة حدد تقريبا 3800-3900 وكذلك لدى الصرفين أما السعر في السوق السوداء فأنا آسفة أن أقول لك أن السعر حتى تجاوز 8000 ليرة اليوم قارب العشرة ألاف ليرة يعني وصل إلى 9700 ليرة ولكن هذا السعر هو سعر بالواقع وهمي لأنه اليوم ليس هناك من دولارات في السوق يعني العملة ليست متوافرة وبالتالي هناك طلب كبير وليس هناك عرض هذا ما يرفع الأسعار ضمن سوق فعلا ضيقة نسبيا كحجم تعاملات أما بالنسبة إلى المقاربات التي أدت إلى خلاف كبير بين المصرف المركزي والحكومة على الخسائر المالية وتكشفت أكثر معلمها في المفاوضات بعض صندوق النقد الدولي تقوم على سببين يعني أساسيا إذا جازت تعريب القول أن الحكومة في خطتها قاربت ملف الخسائر المالية للميزانيات لدى المصرف المركزي وللقطاع المالي كأنها تتعامل مع شركة يعني عملية تصفية إطفاء الخسائر دفعة واحدة هذه نقطة والنقطة الثانية هي وضع هيركات يعني اقتطاع على السندات بالليرة اللبنانية يعني على الدين بالليرة اللبنانية المصرف المركزي يرفض هذه المقاربة تقف معه المصارف طبعا ولجنة المال والموازنة التي شكلت لجنة لتقصي الحقائق وكانت مدعومة من نحو ستين نائبا يمثلون تقريبا نصف المجلس النيابي وضعوا مقاربة مختلفة يعني هم مع تقدير الخسائر ولكن ليس بالحجم التي قدرته الحكومة ومع عملية إعادة جدولة للديون لكي لا تتم تصفية القطاع المصرفي والمالي وتصفية رسميله وهنا بيت القصيد وهنا القطبة المخفية إذا جاز القول في المشكلة القائمة والتي حتى الآن لم تعالج اليوم كان هناك ابقي معنا سيدة سابينة عطان اسمحيني ابقي معنا سنعود إليك ولم تصل إلى نتيجة نعم سيد نتيجب كيف لنا أن نفهم أن مصرف لبنان يتهم السياسات الاقتصادية للحكومة بينما حكومة دياب بها أصوات تتهم السياسات المالية للمصرف من في لبنان له أن يقرب وجهتي النظر بين مصرف لبنان ووزير المالية مثلا أولا الوقائع تثبت بشكل واضح وبدون أي التباث أن القطاع المصرفي بلبنان بشقائه مصرف لبنان والمصارف التجارية تحملت بمفردها لمدى 25 سنة الماضية مسؤولية الاستقرار النقدي والاستقرار بالمالية العامة والاستقرار الاقتصادي وبالتالي الاستقرار الاجتماعي ولو تحملت الحكومات المتعاقبة جزء من هذه المسؤولية لما كنا وصلنا إلى الأزمة التي وصلنا إليها اليوم المشكلة الأساسية هي مشكلة في القطاع العام في المالية العامة في ارتفاع النفقات ب150% بين 2005 و2019 بعدم إقرار موازنات لفترة 12 سنة متتالية للجمود السياسي بين 2013 وال2019 الذي من خلاله عملت الحكومات المتعاقبة فقط سنتين وأربعة أشهر من أصل سبع سنوات لكن الأمر لم يكن سرا على المصرف يا سيد نسيب اسمح لي هذا الأمر لم يكن سرا لم يكن يحدث في الخفاء العالم كله يعلم ذلك العالم كله يعلم ذلك ولكن مسؤولية الجهاز المصرفي بشقه هو الحفاظ على الاستقرار وأعطاء وقت للسلطة التنفيذية لتطبيق الإصلاحات بالمالية العامة بالقطاع العام بالإدارة بمكافحة التهرب الضريبي بتفعيل الجباية كان هناك فرصة تلوى الأخرى فرصة تلوى الأخرى للسلطة التنفيذية وآخرها كان مؤتمر سادر الذي أعطى حوافز بـ 11 مليار دولار للسلطة الحاكمة في ذلك الوقت لتطبيق إصلاحات متواضعة مقارنة ما يجب فعله اليوم ولم تفعل شيء سبا زيادة الضرائب والرسوم على المواطن اللبناني وعلى الخطاع الخاص المشكلة الأساسية لم تعالج حتى هذه الحكومة في برنامجها الإصلاحي لم تعالج المشكلة الأساسية وهي تضخم حجم الخطاع العام وسوء إدارته وعدم شفافيته وعدم وجود حوكمة وإدارة رشيدة فيه طيب سيدة سابين كيف لنا أن نتقبل اتهام الحكومة لمصد لبنان ورياض سلامة هو نفسه موجود رياض سلامة الذي حاز أفضل محافظ بنك مركزي في الشرق الأوسط بشهادة دولية في 2005 لم يتغير بشحمه واللحمه ما زال موجود هنا بيت القصيد وهنا المشكلة أنه اليوم عندما نتحدث عن خلاف بين هذه الحكومة وبين السلطة النقدية أو حتى إذا عدنا قليلا منذ يومين عند استقالة المدير العام لوزارة المال الذي أمضى عشرين عاما في الإدارة العامة وكان مسؤولا عن كل السياسات المالية الموجودة المتعاقبة للحكومات السابقة اليوم المشكلة أن هذه الحكومة لم تأتي على قاعدة الحكم استمرار في لبنان أتت بفكر انقلابي على السياسات القائمة التحول من الاقتصاد الريعي إلى الاقتصاد المنتج طرحت نظريات كثيرة جدا نحن لسنا ضدها ولسنا في مجال مناقشتها الآن ولكن اليوم البلد في حالة استثنائية اليوم في حالة طوارئ مالية ونقدية واقتصادية واجتماعية لسنا اليوم في وارد أن نعالج اليوم بهذه الظروف المقاربات الاقتصادية اليوم مطلوب معالجات مطلوب حلول مطلوب إجراءات جدية وفورية وسريعة وليس المناكفات التي تطفع على وجه على السطح وتظهر لبنان فاقدا لصدقيته لإتزاماته تجاه المجتمع الدولي تجاه صندوق النقد الدولي وهذا أمر سيء لأنه يأتي على خلفيات سياسية اليوم رياض سلامي لا يواجه بهذه المعركة لأنه قادل سياسات المالية بقدر ما يواجه لأنه مرشح لرئاسة الجمهورية مع الأسف يعني سيد نسيب وما هو المخرج سيد نسيب ما هو المخرج إذن وفي دقيقة على الأكثر لو أمكن ما هو السؤال ما هو المخرج المخرج هو بدء الحكومة الحالية تطبيق إصلاحات بديهية بنيوية بانتظار الوصول إلى اتفاق تمويل مع صندوق النقد الدولي لا مجال للحل وصلنا إلى مرحلة وللأسف لا مجال إلا إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي لإعطاق مصدقية لأي برنامج إصلاحي بربنان إذن الأمل في الاتفاق مع وفد الصندوق الدولي أشكرك شكرا جزيلا سيد نسيب جبريل المحلل الخبيل الاقتصادي وكذلك أشكرك سيدة السابين عويس الخبيل الاقتصادية كنتما معنا من بيروت فشكرا لكم